أنا اسمي سالباتوري لا 3, 2, 1 أنا اسمي سالباتوري كتالدو ده اسمي الحقيقي بس هنا في مصر بقولوا سيلفا فأنا إيطالي وعايش في مصر وأنا مهنيتي راقص ومدرب راقص وممثل بس ساعة بشتغل مترجم كمان اللقاء للنهاردة هيكون مع سالباتوري ممثل وراقص إيطالي بروح مصرية 100% تقدر تقول عليه جمال نصيس الثاني اللي كلنا فاكريني ما اشهاده بلوسي بن طانطفاكيه ويه بتشتغل إيه بقى يا سيلوش هوههو ولا حاجة بابي هو اللي بيشتغل وأنا بسر تعال نستمتع بلقاءه ونقرفكو السطن أنا جيت مصر أول مرة وعندي 21 سنة وكان هدفي إن أنا أولاً أشوف مصر وكان عندي فدول إن أنا أكتشف كمان العالم العربي اللي شديني أتعلم عربي هو إنه العربي أصلاً اللغة أنا كنت سمعتها قبل كده يعني عن طريق فيديوهات أو عرب يبقوا برضو متبكدين عندنا في إيطاليا وكانت اللغة بالنسبة لي معبرة جداً حتى لو أنا مش فاهم إيه اللي بيتقال بس كان هي بتعبر يعني كان لها قدرة تعبيرية قوية زي مثلاً لما ولد صغير بيشوفي البالية بيقول أنا عايزة برقص بس هو مش فاهم حاجة فيه بس هو في حاجة بيشده لده من أكتر الحاجات استجربت لها أول ما جيت مصر طبعاً الزحمة وإنه ناس كتير على وشها الابتسان وأياً كانت الطبقة يعني طبعاً وأياً كان غاني فقير أياً كان هو مين بس مصر برضو بلد ناسها مبتسمة فدي حاجة خلتني حس إن أنا عايز أعيش هنا يعني أنا أخد الطاقة إيجابية من الناس دي قول قاس وسبانخ مصرية والله أكتر حاجة بحب بكلها قول قاس أنا بعشق السبانخ اللي بالسالسة دول والقلقاس أنا ماتينا ميسون سبيلياتو أو بيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو 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 أنا ماتينا ميسون سبيلياتو يو تروباتو لينباسور بنت مؤجر سكن معرفش هو فين وفجأة كده لقيتني من المطار رقيت بعدي على النيل وقلبي كده مفجر لأن احنا طول عمرنا يعني بنتربى بقصة النيل ومصر القديمة والأهرامات وكذاها بنسبالنا دي حاجات مهمة جدا 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 وبعدين اللي حصل هو إن أنا رحت حاضر بروفات طبقة في رقيت ريضة تمام؟ إيه دي المدير؟ هو شافني في المسرح وقال لي أنا سمعت إن إنت الإيطالي ومش أعرف فيه قلت له أيوة تعالا معايا كده فأخدني تمام؟ ولمدة شهور كل ليلة بننزل أنا هو وصحابه وتشلة بتاعاته هم بيلفوني مصر كلها فهم هعرفوني على مصر بشكل يعني جميل جدا 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 لأنني لفت مصر معاهم من أول الأيام وكنت باشتغل في مهندسين فكنت الصبح بركب من جمال عبد الناصر بركب عشان أروح إلى حتة دي فكنت بركب مكربوسات بولية 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 بيحوار 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 طب ليموا ما بعديكم يا سمحت يا جماعة طب فيه مواقف حلو أول بيحصل في الأول لتحتنا هنا أنا اكتشفت إنه هو أصلا بيبقى بيبقى فاكر أنا باشرب إيه؟ تمام؟ هو بالنسبة له الملومة موجودة عنده فمسلا أنا من قبل معاوض هو بيروح قد سادة سكيتو فساعات بلاي سادة سكيتو قبل مطلوب لأ مصر فيها مورونا كده وحلوة دي حاجة إحنا ما ينفعش نعملها إحنا في بلدنا نجيب أكل من حتة وبادم نروح نوض في الحتة الفلانية مثلا في مصر دي مريحة جدا فأنا بحبها طالي أول ما ينزل مصر بعض الحاجات أيفهمها غلط فمسلا أنا هقولك أنا هشوفك الساعة تمانية تمام؟ ده في مصر معنى إن أنا ممكن بين تمانية ونص وتسعة ونص أنا هشوفك تمام؟ عندنا معناه إن أنا يعني لو ما جيتش مثلا تمانية وتلت أنا همشي تمام؟ فطلعنا من قبل ما هم يستوعبوا إنه هو مش بالقصل بس هي ثقافة كده تمام؟ هيتعصبوا جداً بعدان يستعويب الموضوع ده فيه أجا حلبة في المصريين إنه هم يعني أنا بحس إنه المصريين بسامحوا برضه بسهولة يعني هم ممكن يتعصوا بسهولة بسهولة بس هم بيسامحوا يعني بمجرد كلمة أو بصة كده بيسامحوا بسهولة فأنا بحب ده في مصر يعني ده من أهم الحاجات تعلمتها إنا بصراحة إنه أنا سامح بسهولة أكتر يعني لا على فكرة اللي معروف من مصر في إيطاليا يعني على المستوى العام هو شرم الشيخ يعني أي حد يتجاوز يروح يعمل هانيمون في الشرم الشيخ فأنا عايز أشجع التالاينة إنه هم يجوا مصر أكتر ويشوفها لأنها بلد لازم تتشاف يعني بلد الجواهر برضو معروف عندنا إنه في تاريخ طبعا في مصر لكن يعني أنا كان كنت أحب إنه الناس تتعرف على مصر أكتر يعني أنا شايف إنه الناس لازم تعرف مصر أكتر ماما يا رحمة من وانا صغير عايز أبمثل تمام؟ بحب البرفورمانس بحب الاستعراض من وانا صغير بمثله كنت بتعلم تمثيل في المدارس اللي عندنا لكن وأنا مراهب كده ابتدأت أكتشف الرأس فدورت على مدارس أريد في إيطاليا أبدأ أنا إيه أتعلم فيها وطبعا كنت بروح في المستخبي لأنه عندنا برضو الموضوع مش سهل إنه ولد يرقص مش عارف إيه وكده يعني فيه ممكن يكون فيه شوية تحفظات كده ومفاهيم غلط فكرة إن أنت بتتعلم كل الحاجات تمام؟ دي طبعا اللي هي يعني دايما يبقى فيه تخوفات بالنسبة للمجتمع يعني أنت عندك فضول في كذا أو فضول في كذا أنت بس عايز تتعلم تمام؟ بس فالأهل طبعا كان عندهم شوية تحفظات بالنسبة لأنه الولد الصبي يطلع راقص يعني ده معناه إيه؟ يعني هما كان الوضع ده مخوفهم شوية بس مع الوقت لما جات شوية إنجازات برضو تثبت أنه ده موضوع جميل ودي مهنة وتخترم بهم هما بتدريك تقبلوا الفكرة يعني أنا لما بعمل عرض وبدخل فيه مشهد بستخدم فيه الرأس البلدي مثلا هي يعني هي بس قدرة تعبيرية كان في المشهد ده أنا بمثل شخصية معينة أو أيوة أنا بمثل شخصية معينة فبدي يعني بدي طاع معين أو بدي قصة معينة فالمعرفة في أي تقنية أو في أي حاجة هي قدرة قدرة للممثل أو قدرة للفنان الاستعراضي إنه هو ينوع في لغته التعبيرية بس بالنسبة للقبول أنا شايف إنه شعب المصري أصلا هو عنده مرونة كبيرة جدا إنه هو يستوعب يعني حتى الحاجة اللي ممكن تكون غريبة في الأول لما تقول عنوانها أو لما تشوفها كده لا لو أنت حاضر للقصة من الأول وبتفهم الأسباب وبتفهم إحنا وصلنا لكده ليه والمشهد ده بيبقى رمز لإيه لا الشاب المصري ينده قدرة إنه هو يستوعب طبعا وأنا ملاحيتش ملاحيتش في صعوبات كتير إن أنا أعرض أصلا حتى مشاهد ممكن أقول عليها صعبة التقبل لا لأن أنا باخد بال إن أنا أثبت إنه الرسالة توصلك هي جياني من إيه؟ يعني أنا مش جاي مش جاي أمل في دي حال دي مش ده مش هدفي بس أنا بس أنا جاي أسيب 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 رسالتي فعايز المسج يعدي الرسالة توصل بشكل قوي فبدور على أقوى حاجة تخلي عندك الانتباع أنا أنا سممت مشهد لمونا زاكي بس مشهد الرقابة قطر أعرف رحلة ربو مية أربعة كان في مشهد لمونا زاكي بترقص في بلدي أنا اللي سممت بس الرقابة قطعت لا مونا زاكي بتتعامل بتواضع شديد وإيا كان يعني بتحسسك إن أنت الأستاذ وهي التلميذة مصاريات في السعودية أنا دخلتها كراقص داخل أرقص بس حصل مثلا إنه في ممثل سقط فتلعت أنا مثلت مع أحمد عايز المشهد ده وحاجات صغيرة كده بس طبعا أنا بفتخر بيها جدا لو صنع في نفسك فنان مش هقول أنا رقص ولا أنا ممثل ولا ولا أنا واحد ليه في كل الحاجات دي الليل ده كله كان مبارح يزدني حرمان وأسية اتغير ليه اتغير ليه حتى سواد الضيح نيل اشتركوا في القناة